موسيقى 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 ما هي نبوة الشعياء النبي عن مصر؟ أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان خليني أبتدي في البداية نحن ما زلنا نصلي من أجل الوضع الحالي الحرب في غزة شيء بيكسر القلب وبيحزن لما بتسمع أخبار موت أكثر من أربعة آلاف طفل وطبعا الضحايا أكثر من عشر تلاف عشر تلاف وخمسمية شخص إلى يومنا هذا مأساة معاناة جوع عطش ذل إهاني بكل معنى الكلمة والأسباب طبعا للحرب نحن ممكن نحكي الأمور السياسية وكل الأمور اللي عم تجرى في بلادنا الحبيبة ولكن أحبائي الإرهاب والقتل والنهب والسلم وطبعا ضياع أرواح الناس كل شيء له عواقب كل شيء الإنسان بيزرعه لابد أن يحصده أيضا وللأسف يعني حتى من الطرفين بيستخدموا آيات لكأنها حرب دينية وبالحقيقة بينما الناس تقاتل دينيا أرواح البشر من مدنيين من نساء وأطفال ورجال عم بيقتلوا وكل رجل عم بيقتل عنده أولاد عنده بنات وطبعا الانتقام والكرهية رح تستمر لأجيال واحد من الدينون في الكتاب المقدس لما الأنبياء قالوا عن أورشليم ويلون لمدينة الدماء والنتيجة أنه أيضا اتدمرت وأخذت إلى السبي وهكذا أحبائي الوضع كتير كتير صعب بصراحة مستشفى انضرب مركز الأمم المتحدة انضرب حتى مركز الكتاب دار الكتاب المقدس انضربت والكنيسة الأرتدوكسية وجانب كنيسة اللاتين كله انضرب وعد عن الأبنية وعن الأرواح اللي راحت كلها بسبب الإرهاب والغريب في الموضوع أنه بركزوا على النحية الدينية أكثر ما أنه بيهتموا في قدس الأقداس النفس البشرية اللي هي أهم من أي مبنى وأهم من أي أرض ومن أي جامع ومن أي كنيسة الأبنية تهدم وتبنى ولكن روح الإنسان وروح الإنسان التي تتعلق بالرب هذا هو الأهم فمرة تانية بحب أقدم كل التعازي لكل العائلات اللي فقدوا أحباه وبصلي أنه ربي يعزي الحزانة وبصلي أنه ربي يجيب السلام وبصلي أنه ربي يدخل سريعا وينهي هذه الحرب وبصلي أنفتاح العيون تبتدي الناس تشوف الأسباب أسباب الحرب ومكوناتها حتى تبتدي تفكر بطريقة صحيحة وأنه كل الغرض الإنسان عاوز يعيش بفرح وصرور وينبسط ويكون عنده مقومات الحياة وليست مسببات الموت ولكن مع كل هذا بتشوف في ناس بتستخدم الدين فمثلا هذه الحلقة لأنه رئيس الوزراء الإسرائيلي اقتبس آية من إشعياء النبي إصحاح 19 وكان مفهوم الآية من النيل والفراد وعلى طول تلعو شيوخ مسلمين أو شيوخ إسلام اللي بطريقة منفرة ومحرضة وطريقة طبعا فيها تمادي على كلمة الله وعلى الكتاب المقدس وكأنه بحرده ضد المسيحيين لأنه بآمنه في الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد بدون مراعاة الشعور وبدون السؤال كيف يفهم المسيحي هذه النبوات وما هو التفسير الحقيقي لهذه النبوات ابقوا معي رح أتكلم عن نبوة إشعياء إصحاح 19 اشتركوا في القناة أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان فإذن السؤال ما هي نبوات أو نبوة إشعياء النبي إصحاح 12 طبعا أقحم نفسه نتنياهو مقتبسا أو استدعى أن هذه النبوة من النيل إلى الفراط حتى يرضي المتطرفين اليهود في الحزب اليميني أو للأسف في مسيحية في أمريكا تسمى المسيحية الصهيونية ومن ناحية أخرى الإسلام برضو اقتحم الآية وابتدى يعطي تفسيرات بحسب فكره وبحسب رأيه بطريقة غاضبة فهم أنه نتنياهو بيتكلم عن إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفراط خلينا أقول أحباء عدة أمور في البداية في كل تاريخ إسرائيل لم تكن من النيل إلى الفراط الرب يسوع أو الرب في العهد القديم أعطى تحذير لشعوب كنعان والرب لما تكلم مع إبراهيم حكاله بكل صراحة أنه من شعبك رح يكون في أرض غريبة في مصر 430 سنة يعني بالتطقيق وفعلا كان شعب إسرائيل مستعبد للمصريين أكثر من 400 سنة وخرجوا على يد موسى إلى أرض كنعان وكانت الوصية الإلهية هو إبادة شعوب كنعان ورح يتكلم عنها الأسبوع القادم بنعمة رب فلم تكن حرب دينية كانت قضاء إلهي على هذه الشعوب الوثنية اللي ارتكبت كل أنواع النجاسات كل أنواع الرجاسات رغم تحذير الله وعندما دخل يشوع ابن نون إلى الأرض وكانت ممالك كثيرة خمس ملوك في الجنوب أكثر من 31 مملكة في الشمال المهم أخذ كل أرض كنعان وابتدأ من نص سفر يشوع بتقسيم الأرض بحسب الأصباط ففي كل التاريخ كانت الأرض هي من حدودها لبنان سوريا من الجنوب إلات أو العقبة البحر الأبيض المتوسط في الغرب ونهر الأردن من الشرق مع الفترات الزمنية بين دخول وخروج بين محتل إلى آخره ولا مرة شفنا في كل التاريخ حتى في المملكة العظمة في أيام داود وسليمان لم يأخذوا أرض أكثر مما كانت لهم يمكن سليمان كان عنده نفوذ لكل الممالك حول إسرائيل ولكن تاريخيا لم تأخذ الأرض اللي كما يقال من النيل إلى الفرات طبعا لما الإنسان بيقحم نفسه على آيات فيثير التحريض ويثير الفتنة وابتدأ البعض يعني يهاجم سفر إشعياء مأخوض من بعض الكتاب في القرن العشرين اللي هي من النقد العالي النقد الواطي الأخرهي وابتدأوا يستشهدوا أنه إشعياء مخشوش وأنه فيه أكتر من كاتب والأصعب أنه ابتدأوا يتطاولوا على التوراة يعني كنت واحد بعت لي فيديو لشخص في مصر اسمه أحمد مبارك والطريقة اللي تكلم فيها طبعا يعتبر تهكم على الديانة اليهودية وعلى الديانة المسيحية يعني فهذا يعتبر رفض أنت رفضت التوراة ورفضت الإنجيل وبذلك أنت إذا رفضت التوراة أنت رفضت القرآن لأن القرآن يشهد للتوراة فأنت عندما تهين التوراة أو الإنجيل أنت كمان بتهين القرآن اللي اتورث اللي أخذ كتير من المعلومات عنهم فإذن ابتدأت فكرة العداء والله بيتعامل مع كل أمة بفترة زمنية معينة محددة مش على أساس يكون شيء مطلق يعني عداء ضد شعب أو ضد شخص يعني إذا كان في حرب قديمة بين شعب وشعب اليوم ممكن يكون فيه سلام ولكن العداء ليس مطلق العداء هو كان بفترة زمنية معينة فهذا نشر العداء هو عمليا ضد تعليم الله في الكتاب المقدس فالله لا يورث العداء وطبعا فيه شيء آخر لازم نفهمه فيه فرق بين التفسير نبوة الشعياء بحسب اليهود وبحسب المسيحيين بحب أذكر مشاهدينا أنه أغلبية اليهود آمنوا في المسيح في العصر الأول في القرن الأول والتاني كان أعداد كبير من اليهود اللي آمنوا بالمسيح ولكن الأغلبية العظمة لا تؤمن بالمسيح أقصد بيسوع المسيح اللي جاء فإذن ينكروا الميلاد العذراوي ينكروا موت المسيح لهوت المسيح وبينما المسيحيين بينظروا الإشعياء واحدة من أعظم النبوات التي تشهد ليسوع المسيح فلازم نحدد بدل ما نقول المسيحي يؤمن بالطورة لكن أعرف ما هو التفسير اليهودي وما هو التفسير المسيحي شيء آخر في كل الموضوع في نبوة إشعياء اللي أكتر من 2730 حوالي 2750 سنة هذه النبوة فلا ذكر للإسلام ولا ذكر للقرآن ولا ذكر لأي شيء الإسلام احتل بلادنا في القرن السابع فإذن ما يعني تحط الموضوع كأنه بيتكلم عنك لأنه الكتاب المقدس يسير بتناغم وتسلسل وخطة الله لابد أن تتم فالله ليس عنده محاباة الله ما هواش بيأخد يعني شعب ضد شعب آخر فهي فكرة مغلوطة جدا وعن بتزيد في هذه الأيام فنحن أصبحنا ضحية بين تمادي نتنياهو أو تحريض الشيوخ إذا اقتبس من نبوة إشعياء النبي ذاكر كلمات النيل إلى الفراد هذا لا يعني أنه تنقلب الدنيا حول هذا الموضوع فلازم نعرف من هو إشعياء النبي وما هي نبوته ولمن تنبأ ومن هي الممالك أو الشعب المعاصر اللي كان بيتكلم عنها إشعياء وما هي النبوة المستقبلية نبوات إشعياء مش بس فيها نبوات تاريخية دينية وأيضا روحية لهوتية ومستقبلية أيضا فإذا أحبائي هذه النبوات لازم نفهمها بصياقها المعروف فإذا من هو إشعياء؟ إشعياء تعني الرب يخلص يشع ياهو هاي الكلمة العبرية يعتبر واحد من أعظم الأنبياء ومن أعظم النبوات ويعتبر واحد من الأنبياء الكبار في 16 نبي أو مذكور أسماء كتب الأنبياء من إشعياء طبعا إشعياء أرمياء حسقياء لا دانيال يسموا الأنبياء الكبار الأنبياء الكبار مش لحجم هون ولكن للأصفار التي تعتبر أكثر كلاما ثم في الأنبياء الصغار اللي من هوشع مع أنه هوشع فيه 14 صحاح ولكن عدد الآيات أقل من دانيال إلى ملاخي آخر نبي في العهد القديم هؤلاء الأنبياء فواحد من أعظمهم هو النبي إشعياء النبي إشعياء هذا النبي تكلم في أيام الملوك مبتدئا من الملك عزية الملك يثام والملك أحاز اللي هو الملك الشرير والملك حزقية اللي هو الملك التقي الذي كان يعبد الله وقام بإصلاحات كثيرة فيعني عاش أو عمر فترة طويلة جدا إشعياء النبي يعني على الأرجح عاش أكثر من 80 سنة إذا منتطلع على حياته من خلال النبوات فإذا اتنبأ أكثر من 60 سنة كانت خدمته إشعياء يقول عنه في الإصحاح الأول كان ابن آموس وحسب التقليد اليهودي أنه كان أبوه لإشعياء أخو الملك أمصية اللي هو ملك يهودة لهذا السبب كان يعتبر نبي الملوك يتمتع بثقافة عالية جداً كانوا بيدخل وبيخرج من القصور وأيضاً بيتمتع بلغة عبرية جميلة فصيحة جداً فيعتبر فعلاً شخص مثقف ثقافة عالية بكل معنى الكلمة كان نبي زوجته نبية كان عنده ولدين سماهم طبعاً لأسباب تتميم نبوات معينة من الله الاسم الأول اللي هو شعر شعر يشوف والاسم الثاني مهير شلال حاش باز اللي فيها نبوة الله بيتكلم حتى يتمم غرض معين النبي الشعياء اتنبأ على ممالك على ملوك على شعوب ويعتبر النبي الشعياء واحد من أعظم الأنبياء يكفي أن نقول أنه يسمى النبي الإنجيلي لأنه تنبأ عن يسوع المسيح بإسهاب من الولادي من عذراء اتنبأ عن حياته معجزاته اتنبأ عن آلامه صلبه موته قيامته اتنبأ عن مجيء المسيح ثانية اتنبأ عن العصر المجيد اتنبأ حتى عن السماء اورشليم الجديدة والسماء والأرض الجديدة لهذا السبب كتير كان فيه هجوم على النبي الشعياء البعض ابتدأ يقسم الشعياء البعض الآخر ابتدأ يقول أنه الشعياء ما كانش أو كان بعد السبي أنه هذا إقحام على الكلمة والبعض الآخر يقول أنه سرق من أنبياء أو من شعوب أخرى مثل المصريين والبابليين القدماء فأحبائي كلمة الله واضحة كل ما عليك أنك تقرأ الكتاب المقدس يعتبر من الأنبياء الكبار في نبوة الشعياء في 66 إصحاح وتنبأ مثل ما ذكرت ممالك الشعوب مش بس على مصر على أشور وعلى بابل وعلى الفرس وعلى اليونان وتنبأ عن مؤاب وعن مون وعن فلسطين وعن دمشق وعن آرام وعن سور وعن صيدة وعن بلاد العرب يعني نبوات كثيرة وهذه النبوات تمت لهذا السبب أنه الشعياء يهاجم بشس بشراسة وبضراوة بسبب تتميم النبوات الإيمان بنبوات الشعية هو الإيمان بالكتاب المقدس الإيمان بالكتاب المقدس يعني الإيمان بوحي الكتاب بصحة الكتاب فأي كتاب آخر ينبغي أن يرفض لأن الوحي الذي تم من خلال النبوات هو دليل بحد ذاته أمام أي كتاب آخر تحت السمع مثل ما ذكرت يعتبر من أعظم النبوات وعلى فكرة مش بس على ممالك الشعوب أكثر نبوات موجهة ضد إسرائيل وضد مملكة يهوذة يعني المملكتين الجنوبية والشمالية أيضا ولكن الشيء الجميل في الشعياء بيتكلم بدينونة ثم بيتكلم برسالة رجاء بيتكلم برسالة عقاب بيتكلم برسالة افتقاد ورجوع إلى الرب هكذا النبو الشعياء دايما بيعطي أمل دايما بيعطي رجاء كما سنرى في نبوة الشعياء اتنبأ يعني واحدة في أيام ملوك يهوذة اتنبأ عن كورش كورش هو ملك فارس اللي أمر بإرجاع اليهود من السبي يعني تخيل اتنبأ عن أشور اللي سبت اسرائيل المملكة الشمالية الأصباط العشر وجابوا شعوب أخرى سكنوا في السامرة اللي ذهبوا إلى السبي الأشوري سنة 722 قبل الميلاد اتنبأ عن مجيء نبو خد نصر اتنبأ عن دمار أرشاليم في السبي البابلي 586 قبل الميلاد ولكن اتنبأ عن أيضا رجوع مملكة يهوذة بعد 70 سنة مثل إرمياء النبي والأصعب بلاش الأصعب الأغرب في الموضوع أنه حتى سمى اسم الملك اللي هو الملك كورش في إشعياء إصحاح 45 يعني مش عارب أحاول أحسبها يعني نحن نتكلم مش أقل من 150 180 سنة قبل الحدث يعني راحت إسرائيل للسبي الأشوري وراحت يهوذة للسبي البابلي و70 سنة في السبي وبعد رجعوا بهاي الفترة يعني 150 ل180 سنة وبيسم الاسم باسم الملك اللي بيسميه مسيحي يعني ممسوح من الله حتى يتمم مشيئة وإرادة الله لهذا السبب الشعياء كان يهاجم أحبائي تنبأ عن كل الملوك الممالك تنبأ عن المسيح من ولادته من عذراء إلى العصر المجيد طيب شو اللي بيثبت لنا أنه نبواته صح واحد الترجمة السبعينية اللي كانت قبل الميلاد 250 280 يعني في أيام بطليموس الثاني اللي بتسمى الترجمة السبعينية أي ترجمة العهد القديم اللغة الفصحة إلى الترجمة اليونانية اللي ابتدأت بعد الإسكندر وتنتشر رويدا رويدا فهي الترجمة موجودة ثم أحباء الشيء التاني شهادة المسيح وشهادة الرسل شهادة المسيح يعني بيتكلم عن الميلاد العذراوي بيتكلم عنه أنه يدعى اسمه عجيبا إلها قديرا حتى نبوة أشعياء اللي اقتبسها في مجمع الناصر روح الرب علي لأنه مساحني لأبشر المساكين من أشعية 61 وهكذا أحبائي عن آلام وموت المسيح وقيامته نبوات عظيمة جدا استشهد فيها المسيح بالحقيقة أنه أكثر نبي استشهد به في العهد الجديد هو إشعياء وطبعا مع المزمير يعني اتنين فكثرت الشهادات عن إشعياء من فم المسيح المبارك الطاهر هذا أكبر دليل على صحة إشعياء النبي ثم أحبائي الشهادة الثالثة احنا قلنا الترجمة السبعينية قبل الميلاد شهادة المسيح والرسل ثم أحبائي مش عاوزة تكلم عن المؤلفات التاريخية والمؤرخين إلى آخره يكفي أن نقول اكتشاف مخطوطات قمران اكتشفوا مخطوطتان للنبي إشعياء مخطوطتين كاملتين موجودتان في متحف إسرائيل في القدس أورشليم بالكامل اللي بتقرأه اليوم في إشعياء هو نفس المخطوطة بيرجع تاريخها حوالي مئة وخمسين سنة قبل الميلاد هذا اندل على الشيء بدل أن الله ساهر على كلمته ليجريها عاد عن الاقتباسات الكثيرة والقراءات التي تقام في المجامع اليهودية وفي الهيكل وفي الكنائس المسيحي كلها تشهد لصحة النبي إشعياء فخلينا نبتدي بعد هاي المقدمة يعني إشعياء بورينا العقاب والدينونة بورينا كمان الخلاص والبركة من ناحية أخرى القوتان المتصارعتان في أيام إشعياء يعني احنا نتكلم القرن الثامن قبل الميلاد يعني حوالي سبعمية وخمسين سنة أو سبعمية وثلاثين سنة قبل ولادة المسيح اتنبأ إشعياء خايله سبعمية وثلاثين سنة فلا نتنياهو ولا شيوخ الإسلام يستطيع أن يقتحموا كلمات الله لأن الله ساهر على كلمته ولا يبدل كلماته فإذا من خلال إشعياء النبي منشوف أن القوتين السوبر باور في أيام إشعياء كانت أشور في الشمال اللي هي العراق اليوم وكانت مصر في الجنوب اللي هي المصريين القدمة ومملكة إسرائيل ويهوذة كانت مثل السانويج بين التصارع بين القوى العظمى فخلينا نرجع لمصر مصر طبعا مسكوري مرارا وتكرارا في الكتاب المقدس أنه مصر كانت ملجأ للعديد من رجال الله وفي نفس الوقت كانت أيضا سبب عبودية قاسية الظالمة في أوقات تاريخية معينة ليه أنا بتكلم أنه ما تخد تفسير الكتاب أو سياق الحديث لازم تاخد سياق الحديث في الزمن التاريخي في الزمن المفهوم المعاصر في أيام الشعياء فلا تقتحم نبوة تبتدي بالتحريض وعلى إيه إيش بدك تسند لوين بدك تصل يا عمي علم أطفالنا أنه يحبوا وأنه لا يكرهوا علموا أطفالكم أنه يحترموا كل الديانات وكل الأشخاص بغض النظر شو خلفية الإنسان حر بين وبين الله يعبد من يشاء ولكن لا تصبح أنت الديان والإكسيكيوشنر يعني أنت الجلاد اللي بيحمل السيف حتى يضرب أيام الشعية عم بيتنبأ عن ممالك وهي الممالك اللي كانت في حرب مستمرة بين رابح وبين خاصر وإسرائيل أحيانا بحسب من القوة كانت بتستنجد بتروح من قوة إلى قوة مصر مثل ما حكيت كانت ملجأ للاجئين ومرة تانية كانت رمز للعبودية والقهر والظلم والقساوة مثلا مصر احتمى فيها أبو المؤمنين إبراهيم وقت المجاعة يوسف بيع إلى مصر وكان سبب إنقاذ شعب إسرائيل ولتتميم خطة الله في سفر التكوين منها نشوف يعقوب أبو الأصباط راح هاجر وتغرب في مصر وأصبحوا تحت العبودية أكتر من 400 سنة هناك في مصر ولد واحد من أعظم الشخصيات الهوموسة اللي كان سبب إنقاذ لشعب إسرائيل من أرض العبودية ثم أحبائي بدون الخوط في التاريخ الكثير يكفي أن نقول أنه حتى العائلة المقدسة هربوا من بيت لحم واحتموا والتجأوا في مصر ما بعرف المدة الزمنية ولكن على الأقل عدة شهور حتى مات هيرودوس ولكن أحبائي بهذه الأقسام إنه بتلاحظ حتى في نبوته عن مصر بيشوف إنه في دينوني وفي عقاب وفي مصير وفي نفس الإصحاح بتشوف في وعد بالرجاء وعد بالبركة وعد بالرخاء ويعني الافتقاد الإلهي وهذا أحبائي عشان نفهم نبوة إشعياء النبي لازم كمان نقرأ معها نبوة أرمياء على فكرة النبي أرمياء ابتدى يعني إذا كان إشعياء من فترة عزية إلى حزاقية لأنه بعدين ولد منسة اللي يكون أشر ملوك يهود منقرأ عن أرمياء أنه ابتدأت نبوته من أيام الملك يوشية الملك يعني القادلي الاتقي اللي عمل إصلاحات دينية وروحية في منطقة أورشالين من يوشية يعني ضل يتنبأ أرمياء يعني نحن نقدر نقول مئة سنة بعد إشعياء النبي مئة سنة إلى السبه يعني كان في يوشية كان فيه يهويقيم كان فيه يهويقيم اللي تسبه وطبعا أخه يوشية اللي هو آخر ملك إسرائيل اللي هو صدقية أو صدقية اللي قتلوا البابليين وطبعا في هذه الفترة في أيامه دمرت لأنه السبه كان على ثلاث مراحل لكن خمسمائة ستة وثمانين قبل الميلاد نبو خضنصر دمر أورشاليم دمر الهيكل دمر الأصوار أخذ السبي وأخذ الآنية الذهبية والفضية والنحاس كل أخذها معاه إلى إلى بابل فعشان نفهم الشعياء مثل ما قلت أنه فيه تناغم وانسجام بالنبوات بين الشعية بين أرمية بالذات أرمية ستة وأربعين وحسقيال النبي حسقيال اللي شوي كان قبل السبي وكان بفترة أو خلال السبي الباب اللي برضو تنبأ على مصر إذا منحطها مع الممالك يعني في ملوك التانس حاح 24 بتكمل القصة متكاملة عنا لو قرأنا لو افهمنا لو كنا متواضعين إنه ندرس كلمة الله ما خضنا التحريض والكلام لكتير وا 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 وإلى خير ومنسمع منحاول نستشهد في كاتب مثلا ملحد ولا كاتب لأنه خلي بالك علم الأثار والتاريخ والجغراف هذا علم محايد فالإنسان يحق له أنه يتكلم بحسب شو اكتشف ولكن كل الاكتشافات اللي تمت بعد هذا النقد يعني هذا كان في القرن التاسع عشر القرن العشرين اليوم أغلب هذه الأمور اكتشفت وإن دلت على شيء بدل على صحة الكتاب المقدس فإذن لازم نحط نبوة إشعياء تسعة عشر مع أرمياء النبي إصحاح ستة واربعين وهي النبوة كانت طبعا خلال الملك نبو خد نصر لاحظ في الكتاب في نبوة إشعياء خمس مرات بيتكلم ويقول من آية 16 في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء في ذلك اليوم يكون في أرض مصر خمس مدن تتكلم بلغة كنعان وتحلف لرب الجنود في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر في ذلك اليوم تكون سكة يعني هايوي أرض طريق من مصر إلى أشور وآخر آية المشهورة اللي بيعرفها أغلب المصريين في ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثا لمصر ولأشور بركة في الأرض بها يبارك رب الجنود قائلا مبارك شعب مصر وعمل يدي أشور ومراث إسرائيل لا نستطيع أن نأخذ أي نص خارج عن سياق الحديث لاحظ الكلام وحي من جهة مصر هو ظرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها عشان نفهم الآية مين كانت شعب مصر في تلك الأيام كانت كل الأرض كسوبر باور قوة عظمى كانت ترتجف من مصر وطبعا من أوثان مصر فالقسم الأول في نبوة إشعياء 19 بيتكلم عن العقاب والقسم الثاني بيتكلم عن تحقيق البركة والوعود والرجاء لشعب مصر فإذا في دينونة وعقاب في بركة وفي ثواب على مصر لاحظ من خلال الآيات في إصحاح 19 بيتكلم عن عدة أمور عن العقاب أولا بيتكلم عن صراع نزاع حرب داخلية حرب أهلية إذا بتحب بتسميها بهذه التسمية لاحظ أهيج مصريين على مصريين في آية 2 فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه مدينة مدينة ومملكة مملكة في أيام إشعية كانت المملكة منقسمة فيها ممالك مش أقل من 12 مملكة ممكن البعض يقول 20 مملكة فلاحظ ماذا يقول الكتاب يتكلم عن صراعات عن نزاعات داخلية عن خلافات عن شوف بيقول أهيج يحارب كل واحد في نفس البيت الأخو عن بحارب أخوه في نفس المكان كل واحد بحارب في العلاقات كل واحد بحارب صديقه أو صاحبه ثم مدينة مدينة يعني حتى المدن ابتدأت تحارب مش بس مدينة بتحارب مدينة وصل الوضع أنه مملكة مملكة فأنت لاحظ الأربع أمور في البيت الأخ بحارب أخوه في العلاقة الصديق بحارب صديقه في المدينة مدينة بتحارب مدينة في المملكة مملكة بتحارب مملكة شيء تاني بيكمل من آية خمسة بيتكلم عن الكوارث الطبيعية اللي حصلت في مصر عشان نفهم مصر مصر هي النيل والنيل هو الشريان هو الحياة لأرض مصر وتنشى في المياه من البحر ويجف في النهر طبعا في حسقيال 29 آية 3 على ما أعتقد لأنه كان فرعون متعجرف ظن أنه نفسه أنه إله قال هذا نهري أنا عملت بيدي هذا النيل نيل أنا فالرب درب النيل طبعا درب البقاع والأنهار والترع وكلها الأمور بتدأت تجف ولما بتجف لأنه المطر اللي بينزل في أفريقيا بيحمل معاه ما كانش فيه سدود متل اليوم بيحمل معاه طمي عارف النوع من الطراب الخصب جدا اللي بيكون يعني بيسبب زراعة تكون بركة والناس كلها قديما كانت تروح تشتري القمح من مصر والزراعة لأنه كانت مشهورة فحدث فيه كوارث طبيعية هذه الكوارث النيل انضرب النيل بعدين مش بس فيه كوارث بيتكلم عن القيادات حتى ضرب القيادات فقدوا الحكمة والمشهورة والأصعب انه صار فيه رعب اللي هي مصر كل عمرها مرع بيهودة الآية تحولت وتغيرت انه مصر ارتعبت من يهودة فلاحظ هون الكلام بقول الرب مش لا نتنياهو ولا اي شيوخ ولا اي مملكة ولا اي شخص ولا اي انسان وعلى فكرة كل انسان بحاول يتمم نبوة من نفس يقول لتتميم النبوة اعرف انه هذه بدعة وهذه ضلالة ايضا هنا الرب اللي بيتكلم مش اي انسان هنا قضاء الهي بقول يعني الرب هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة قادم الى مصر راكب على سحابة زي يعني هاي الاية موجودة عدة مرات في الكتاب الجاعل السحاب مركبته هنا فيه اشارة للسرعة انه جاي في الدينونة بشكل سريع ولكن من ناحية اخرى بيتكلم عن القوة عن السيادة عن السلطان انه هذا الامر الامر الهي من فوق مش ارضي يعني عقاب دون اي امهال وهاي الاية بتشوفها بتتكرر عدة مرات في سفر الامثال شيء تاني فترتجف اوثان مصر ترتجف اوثان مصر يعني كما انه الرب درب في سفر الخروج صحة 12 الهات مصر هنا بكمل العمل انه اوثان مصر فيه شيء غريب على فكرة الكلمة اوثان مصر الكلمة العبري مستخدمة ايلي لي اللي هي قريبة من كلمة الهيم اللي هو الله في اللغة العربية قريبة من هالك الكلمة ايلي لي بس الفرق بكلمة ايلي هون بيتكلم عن اوثان يعني بيتكلم عن اله الله ولكن هذا الاله الله يعني الفرق انه ما عندهش اي قيمة ولا اي نفع ولا اي سلطة ولا اي نفوذ ولا اي فايدة ولا اي قوة اسم ولكن لا يفعل اي شيء فمش كل من يقول يا الله يعني مثلا الفلسطينيين لما اخدوا تبوت الرب وكان سبع شهور في ارض فلسطين الرب ضربهم لانه كانوا بيؤمنوا في الاله داجون اللي هي داجون يعني السمكة اله السمكة فسقط على الارض والنتيجة انه رجعوا التبوت لشعب اسرائيل ليس كل من يقول يا رب يا رب وليس كل من يذكر كلمة الله واليوم كلمة الله صارت كلمة رخيصة بيحلف بالله يقسم بالله بيقتل باسم الله بيغتصب بينهك عرض الناس نصرى من الله اي اله احنا منتكلم اي لي لي اوثان يعني لا حول لها ولا قوة اسم ولكن ما عندوش اي فايدة ولا قوة ولا اي تأثير ولا اي نفع هذه الاوثان ما نفعتش ما نفعتش مصر يعني عدم الاتكال على الاله ولما على فكرة لما الملك سنحريب ملك اشور حاصر ارشاليم هذه كانت في ايام الملك حزقية الملك الطقي وبعدين عم بقوله انتو على مين اتكلت هو مش انه الله يعني استخدم نفس الاسم هو اللي امرني بدلين على مين اتكلت على مصر عكاز يعني حتى اذا اتكأت عليها بتفوت بايدك يعني بتخزق ايدك بتعمل ثقب في ايدك على مين بتتكل لانه كانت مصر فعلا فايام الاشرين كانت مهزوزة عبارة عن ممالك منقسمة فعم بحذر حزقية ولكن طبعا الرب ضرب جيش سنحريب بملاك واحد 185 ألف جندي ورجع لنينوى وهناك اغتيل لكن لاحظ هنا بيعلم عدم الاتكال على أي أوثان أو آله أخرى بعدين بيتكلم يذوب قلب مصر داخلها مصر بقوتها بعظمتها بجيشها بمركباتها تسقط أمام حضور الله لانه الأمر من الله هو الذي قال اهيج أفني أغلق يقول الرب فيبتدي في النزاعات الداخلية الحرب الأهلية يعني كل شخص عم بحارب الشخص التاني الحروب الأهلية لأنه أول خراب لأي مملكة عظمة هي من الداخل والتاريخ بيشهد كل الممالك اندثرت أولا من الداخل فهون الكلمة بتعني تحريض بحرد مصريين على مصريين مثل ما ذكرت حرب العائلية الحرب في العلاقات حرب المدن وحرب الممالك مملكة ضد مملكة يعني بكلمات أخرى مصر عم بتدمر بعضها البعض وضرب حكمتهم ومشورتهم لأنه لم يطلب الرب بل طلب الصحراء والجوان والجان وعلى فكرة مش بس مصر يعني في إشعية تمانية الرب عاقب كمان إسرائيل لأنه طلبوا الصحراء والجان والتوابع في إشعية تمانية آية تسعة مثل ما فعل فرعون في أيام يوسف طلب من كل الصحراء ولكن ما حد نفعه إلا يوسف اللي أنقذ مصر مثل أيام موسى استدعى كل الصحراء مثل أيام نبو خرد نصر استدعى كل الصحراء لكن ما حد فادوا إلا دانيال ثم أحبائي أغلق على المصريين في يد مولا قاس فيتصلت عليهم ملك عزيز حاكم قاس طبعا هناك تفسير كثير يعني أصبحوا تحت سلطة حاكم قاس ملك عزيز عم بيتصلت عليهم بالذل والمهاني يعني كما ذاق شعب الله في قديما شعب إسرائيل الزل والمهاني والعبودية هكذا أيضا المصريون سيشربون من نفس الكأس الملك القاسي طبعا فيه تفسير ولكن أنا بحب أفسر الكتاب بالكتاب هذا التفسير بيتكلم عن نبو خضنصر لأنه مسكور بالاسم في نبوة إرمياء إصحاح 46 آية 12 آية 13 نبو خضنصر مرات كانوا بقولوا عن فرعون كوشي يعني اللي أجا من أثيوبيا والسودان اللي حكم مصر أو ترهاقة أو على الأرجح ابن سنحريب اللي هو أسر حدون كان ملك أشوري قاسي جدا ابن سنحريب اللي احتلوا دي النيل ولكن أنا أؤمن هاي النبوة تحققت في أيام إرمياء يعني بعد مئة سنة لأنه مكتوب في إرمية 46 نبو خضنصر أخذ من نهر مصر يعني نهر النيل إلى نهر الفرات مع أنه الملك الأشوري قبلا كان ملك قاسي قطع رأس ملك صيدة قتل ست أمراء من العرب قتل قتل يعني في جداع لهذا التاريخ كانت معاملته الشرسي وقتل ونهب وبعضي أجا واحد تاني استميخه كمان كان فرعون قاسي جدا بعدين كمبير أو قمبيز الفارس 525 قبل الميلاد الفرس ودمر فيها وعمل أعمال فضيعة جدا يعني نبوة إشعياء اتحققت في الفترة التاريخية بين إشعياء انقسام الممالك إلى فترة نبو خد نصر فهي نبوة اتحققت عدا عن الكوارث الطبيعية اللي حصلت جفاف نهر النيل ضرب الزراعة مثل نبات البردة والحضائق اللي كلها كانت تشتهر فيها صيد السمك كانت تشتهر بصيد السمك ضرب الصناعة انهارت الصناعة صناعة الكتان اللي كانت مشهورة فيها مصر ضربت التجارة انهيار الاقتصاد نقص المياه من قلة المرأة صارت مصر في حالة الفوضى القيادة صار عندهم عجز غياب الحكمة المشورة نزاعات داخلية حروب اهلية جفاف النير انهيار الاقتصاد اشتهرت مصر بحكمتها انهارت الحكمة يعني مكتوب عن موسى تهذب بكل حكمة المصريين لما بيتكلم عن سليمان قارنها بحكمة مصر وهكذا احبائي فاذا كل هذا انتشر الضلال والرب مزج روح غي ضلال حالة تخبط حالة تشويش حالة ضلال حالة تيهان يعني بتشبه عند مجيء المسيح الحيرة والخوف والرعب اللي بحل على الناس في مجيء المسيح ثانية هزت يد الرب رعب في يهودا عندها يقول في ذلك اليوم استخدم ارمية طبعا البابليين حتى ايش يتمموا نبوة الشعياء بعد مئة سنة ولكن برضو في حرية من الخوف بدل ما ان يكون في رعب في يعني امور مستقبلية منشوف تحول في في ارض مصر منشوف انه في اخر الاصحاح انه الرب بيعطي وعد بالبركة منشوف في ايش تغير وهذا التغير غير وقلب تفكير مصر بيتكلم عن مذبح للرب العبادة الشهادة منشوف انه معرفة الرب تأديب وشفاء الرب حتى القوى المتخاصمة مثل مصر واشور منشوف في وحدة بين الاعداء منشوف لغة لغة كنعان بيتكلموا فيها في خمس مدن مصر يعني اللغة العبرانية حال التغير كامل حضور الرب والعلاقة معه طبعا المؤرخ يوسيفوس بيتكلم انه هذه الامور تمت في ايام الاسكندر وما بعده وعلى فكرة كان في اكتر من مليون يهودي بيسكن يعني كان فيه ثلاث جاليات في بابل في يهوذة وفي مصر في مصر بالذات في الاسكندرية كان اكتر من مليون يهودي يعني تقريبا قسم كبير من الشعب المصري كان شعب يهودي فيام الاسكندر كان عندهم تسامح ديني كان عندهم امتيازات وكان عندهم مجامع وطبعا في فلاسفة وحكماء خرجوا بهذه الفترة خمس مدن منها مدينة الشمس اللي هي اليوم هليوبلس اعتقد شرق القاهرة مع انه كانت تشتهر بعبادة الاوثان تحولت الى عبادة الله بالتدريج ابتدأوا ورجعوا يتكلموا اللغة اليونانية والترجمة العهد القديمة المذكرت الى الترجمة السبعينية يعني لما بتشوف خمس مدن لانه كان عدد كبير كبير من اليهود في ارض مصر لغة كنعان هي مش المقصود بس انه لغة العبرية لانه اللغة العبرية هي لغة الكتاب المقدس هي هاي اللغة اليوم حديثة نطوروها ولكن لغة كنعان هي لغة الدين لغة الكتاب الكتاب المقدس يعني لغة المحبة لغة الصدق لغة العبادة لغة الطهارة لغة الاحترام لغة الشهادة بعد يبني يتكلم انه مصر بيبتدي يحلف باسم الرب وتتعبد للرب ورح يكون شهادة للرب والدليل أنه في مذبح يعني مذبح للرب في وسط أرض مصر مذبح للرب بتوخ إيرتس متسرايم يعني في داخل في محور في وسط في مركز أو الكلمة في الترجمة في قلب يعني الراب هو اللي رح يكون المحور والمركز طبعا في أيام بطليموس أو سوري أنتيخوس أبيفنس هرب واحد من الكهنة رئيس كهنة اسمه أونياس الرابع وبنى مذبح في مدينة الشمس في هليوبلس للعبادة وطبعا مش بس عبادة الرب رح يكون في معرفة الرب وفاء النذور رح يكون عمود للشهادة يعني كأنه برجعك لأيام الآباء إبراهيم كان بيبني المذبح فأيام يعقوب كان بيبني عمود للشهادة في بيت إيل ثم منقرأ عن شفاء مصر ضاربا فشافيا كيف الله كان بيعمل مع إسرائيل كان يقدبهم لأنه مصر تصبح شعب الرب فيرجعون إلى الرب لأنه الرب هو شافينا مش بس القوى المتصارعة بين الأعداء مستقبلا صار فيه تحالف سياسي تحالف ديني واللي كان بيجمعهم هو عبادة الرب تكون سكة يعني هايوي بتربط ثلاث يعني بلدان كبيرة مصر في الجنوب أشور في الشمال إسرائيل في الوسط تربطهم عهد سلام علاقة محبة سلام بين المصريين والأشوريين اللي كان كل عمرهم في تهزاحهم صار في عندهم ارتباط بالإله الحي يعني صار فيه جسر وطريق للسلام صار فيه عهد سلام بين هذه الشعوب وستكون مصر بركة في وسط الأرض كما كانت رعب وزعر مصر تتحول إلى بركة للأرض هذا يعني زي ما الكتاب قال أبارك مباركيك ولاعنك ألعنه يعني اللعن رح تروح بركة مصر رح تحل على الشعوب المجاورة جزئيا أحباء هذه النبوة حققت في الأيام الإسكندر الكبير لأنه أعطى الحرية والحقوق ترجمت الكتاب ولكن أحبائي التحقيق الأعظم عندما دخلت المسيحية أرض مصر وصار فيه التبشير انتشرت رسالة الإنجيل إنجيل السلام في عصر الكنيسة في يوم الخمسين كان إحدى الشعوب مصريين فحصلت على البركة وصار فيه شمولية الخلاص للجميع والبركة للجميع فإذن خلينا نأخذ بعض الأمور يعني في سبيل الاعتبار للأسف أخذ العديد هذه الآيات طبقها على عصور مختلفة إذا فيه عداء بين مصر وإسرائيل بحط العداء في هذه الأيام هذا خطأ إذا فيه عداء بين أشور بين مصر كأنه العداء تاريخي ويستمر إلى اليوم لا اليوم فيه علاقات بين مصر وبين العراقات لازم نربط هاي نبوات في السياق الحديث مثل أرمية 46 حسقيال 29 ملوك الثاني 24 الملك القاسي اللي بيتكلم عنه هو تم في الملك نخو ملك مصر اللي ضربه نبو خد نصر ملك بابل عند نهر الفرات عند كركميش أو في معركة كركميش وتحولت القوة العظمة في بابل مثل ما ذكرت أخذ من النيل إلى الفرات ثم أحبائي اقرأ الآيات بمحبة عشان تفهم مش عشان تستخدم آية للتحريض نعم حصل انهيار اقتصاد في تلك الأيام مش كل شيء بيحصل اليوم في مصر آها شايف النبوة إذا القيادة عاجزة آها شايف اليوم بتتم النبوة هذه النبوة تحققت في أيام يهو يقيم اللي كان بيدفع الجزية لأرض مصر بعديها استعبد لملك بابل ملك نبو خد نصر واليوم كتير من المسيحيين منرنم نهتف مبارك شعبي مصر ولكن الآية كمان بتتكلم عن العراق عن آشور فالله ما عندهش تمييز البركة هي للجميع كل من يؤمن به كل من يتعبد للرب عبادة حقيقية حبا أقول بغض النظر عما قالوا نتنياهو أو تعليق الشيوخ هاي الفترة مش فترة نيل للفراد الفترة اللي بيتكلم عنها الشعية هي فترة سلام لحرب فترة علاقات فترة عصر مجيد آه في ناس بتحاول تحقق أمور بيدرعها بقوتها مثل اليوم في إسرائيل عم بابنه هايوي من إلاد عشان يقولوا بيوصل لمصر وبيوصل لحدود سوريا عشان يوصل لأشور أو للعراق مش الإنسان هو اللي بحقق نبوات إحنا علينا نتكلم عن الرب وسلام الرب ومحبة الرب وخلاص الرب والشيء معروف ما يزرعه الإنسان إياه يحصد البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطيئة الأمة الشعب اللي بيخطئ عن الرب الله ببيده ولكن إذا في شعوب اليوم إحنا إلى اليوم في شعوب مثلا هذا معناته أن الله بيتأنى علينا لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة فما هيش أني للفراط فترة حرب لا على النقيد هي فترة سلام ورخاء وكل هاي الدول كل هاي الممالك العراق وسوريا وإسرائيل ومصر والأردن وكل الضواحي حواليها كلها رح تتمتع بعلاقات في يوم للأيام في عصر يسمى ملك المسيح مش عصر الحرب ولا الكرهية ولا الانتقام ولكن عصر السلام فإذا علينا الاحترام زرع المحبة من الصغار فإذا أحبائي حبيت أوضح هاي الفكرة نبوة الشعياء تمت قديما من عقاب وما حصل فيها من الأوثان من الحرب الأهلية لضرب الاقتصاد والزراعة والصناعة ونهر النيل ولكن في بركة تحولت إلى بركة وهذا ما يتكلم دائما به النبي إشعياء بغض النظر شو الناس بتحكي شو الشيوخ شو نتنياهو إرادة الله رح تتم فإذا ما تحرض وتقول شايف عوزين يحتلوا أرض مصر هو أصلا قديما في أيام داود لما كان عنده القدرة ما يحتلوا اليوم يجي يحتلوا لا فيه احترام فيه محبة ولكن كل شعب استخدم الدم والعنف بنفس الطريقة الله رح يهلكهم لأنه الذي يأخذ بالسيف بالسيف يأخذ أو بالسيف يهلك فأنا أدعوك الآن كلمة الله واضحة بتأكد على صدق نبوات تعالي الآن قل لي يا رب أنا مش عاوز أزرع شر وبؤس وفساد وموت وقهر وزل عبدية أنا مدعو للحرية أنا مدعو أكون ابن للرب أنا مدعو للحياة الأبدية تعالي يا رب خلصني خلص شعبي خلص غزة خلص إسرائيل خلص البعيدين والقريبين وأصلي معرفة الرب ومحبة الرب تملأ الجميع ربي بركك